اشتركوا في القناة وعاء أي أمة نستطيع أن نحكم على مستقبل أي أمة ونستشرف إشراقة مستقبلها بالنظر إلى تاريخها بالنظر إلى أساطيرها التاريخية بالنظر إلى حضارتها ومن ليس له ماضٍ ليس له حاضر وبالتالي لن يكون له مستقبل مشرق اليوم العرب جميعاً والغرب كذلك ينظرون إلى الحكم على أي حضارة على أي أمة بالنظر إلى تاريخها وأولى من يتمسك بهذا التاريخ هم الشباب هم بنات المستقبل حتى يكون تاريخهم منطلقاً وقاعدة لبناء المستقبل الأكثر إشراقاً ومن يقول أن التاريخ ليس بذلك الأهمية في وقتنا الحاضر وأننا نتغنى بالتاريخ نقول له تابع هذه الحلقة حتى تتعرف على أهمية التاريخ في استشراف المستقبل سنتعرف على محاور عديدة في أن التاريخ يشكل هوية أي أمة التاريخ أمر ضروري في التعبير عن ثقافة وحضارة أي شباب بوجهة نظركم هل الشباب لديهم إدراك كاف ووعي تام بتاريخهم بأمجادهم القديمة هل الشباب يعون اليوم أن هناك الكثير من الأياد التي تنظر وتلتفت لأنهم غائبون عن هذا التاريخ لذلك يأخذون شيئاً من هنا وشيئاً آخر من هناك مجموعة أخرى من المحاور مشاهدين نطرحها إن شاء الله في حلقة اليوم وفي حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم استوديو الشباب باسمكم جميعاً مشاهدين نرحب بضيوفنا الأعزاء الموجودين معنا في الاستوديو بداية نرحب بالدكتور علي بن سعيد الريامي أستاذ مساعد في كلية الأداب والعلوم الاجتماعية بجامعة السلطان قابوس أهلاً ومرحباً بك دكتور أهلاً أحياك الله معنا أيضاً نرحب بالأستاذة هاني بتاعبدالله الحسنية باحثة في قسم البحوث والدراسات بمركز الدراسات العمانية بجامعة السلطان قابوس أهلاً ومرحباً بك أستاذة هاني معنا أيضاً مشاهدين نرحب بالدكتور إسماعيد بن صالح الأغبري محاضر في معهد العلوم الشرعية أهلاً ومرحباً بك دكتور معنا أهلاً أحياك الله أيضاً نرحب بالأستاذ محمد بن عامر العسري كاتب وباحث في التاريخ والتراث العماني أهلاً ومرحباً بك أستاذ الحمد أهلاً أهلاً أبدأ معك دكتور علي وفي محورنا الأول نتكلم عن قراءة في واقع معرفة الشباب العماني بالتاريخ العماني كونك قريب من الطلاب وقريب من المجتمع الشبابي كيف تنظر إلى مدى إلمامهم مدى وعيهم مدى معرفتهم بالتاريخ العماني وكيف أننا كنا أصحاب مجد وحضارة جبنا البحار وغيرنا مسار التاريخ في البداية أحب أن أشير إلى أهمية دور جامعة السلطان قابوس نعم في تنمية الوعي لدى الشباب بأهمية التاريخ والتراث وأهمية الثقافة بشكل عام نعم طبعاً لدينا في جامعة السلطان قابوس قسم معني بالدراسات التاريخية هو قسم التاريخ وقزع من أقسام كلية الأداب والعلوم الاجتماعية نعم طبعاً هذا القسم أيضاً يقوم بدوره في تخريج يفترض أن يقوم بدور كبير في تخريج كوادر تاريخية أيضاً أو باحثين تاريخيين أيضاً مؤهلين لخوض غمار البحث التاريخي من خلال طبعاً أيضاً بالإضافة إلى وجود قسم متخصص أيضاً هناك متطلب هو متطلب عمان والحضارة الإسلامية الذي يدرس من قبل طلاب الجامعة وهو قرعة جيدة بالنسبة للتاريخ دراسة التاريخ العماني وأيضاً أيضاً مساهمة مساهمة الحضارة العمانية في الحضارة العالمية خاصة في مجال الحضارة خاصة في وقت ما كان فيه الحضارة الإسلامية في أوقع ازدهارها أنا ذاك أيضاً هناك مقررات تطرح من قبل أقسام أخرى هناك لدينا أيضاً قسم الآثار يطرح أيضاً عدد من المقررات هل يتخرج وجمع من الطلاب من قسم الآثار الآن؟ هل هناك شهادة تمنح في تخصص الآثار؟ مما يؤسف له أنه تم إيقاف أو تقميد نقول تقميد قسم الآثار على مرحلة الدراسات الجامعية اللي هي مرحلة دراسة البكالوريوس ولكنه يعطي أيضاً مقررات بالنسبة للتخصصات الفرعية يعني هناك تخصصات طيب دكتور يعني أن يكون طالب متخرج من كلية الهندسة أمر مقبول أن يكون ملمن بشكل كبير بجوانب الهندسة معنى كلامك أن طلابنا الذين يتخرجون من الجامعة يعني يعتنى بهم من الناحية التاريخية فقط هم طلاب القسم عمان والحضارة الإسلامية ما عرف من كم سنة يعني طبعاً منذ إنشاء الجامعة يعني هل تقصد أنه هل القرعة كافية لم يتغير هذا المقرر عمان والحضارة الإسلامية طبعاً لا تم تطويره يعني في الفترة منذ عدة سنوات تم تطوير هذا المقرر ليشمل يكون بشكل أوسع يعني على سبيل المثال قبل عدة سنوات لم تكن هناك مثلاً فيما يتعلق بالتاريخ الحديث مثل دولة العاربة أو دولة البسعيد الآن أصبح جزء من ضمن المنهج تاريخ الحديث بالأمان أيضاً الجانب للحضارة وأنا أريد أشدد أيضاً على قضية اهتمام أيضاً بالقوانب الحضارية وهي شيء مهم يعني فقط لا يكون تركيزنا محصور فقط على الأمقاد السياسية فقط وأنما أعتقد هناك قوانب حضارية ينبغي أن تبرز على أكمل وجه أنا أعترف أن هناك قصور أيضاً في إبراز هذه القوانب وتركيزنا على القوانب السياسية يمكن بشكل أكبر لأسف تعرف دكتور من ينبهنا على هذا المنقذ الحضاري لآخرون عندما نفاجأ بأن مجتمع أوروبي يقدم من أقصى الغرب إلينا حتى يتعرف على تراثنا وهويتنا الحضارية أمر يحتاج إلى وقفة دكتور إسماعيل وأن كيف تنظر إلى الشباب هل لديهم إدراك واع وكاف بتاريخ عمان المشرق بكل هذه الأمجاد التي حققناها بأننا شكلنا في فترة من الفترات المبراطورية عظمى جابت في حار العالم شكراً لك راشد أنا ما متشائن نعم لكن أيضاً لا أنطلق في التفاعل طيب أنت ذكرت أن عمان أو المقولة من ليس له معظم ليس له حار نعم أنا أتمنى أن الشباب يدرك أن عمان أصل أصيل في القزيرة العربية يعني ليست حدثة في السن ولم تولد أيضاً ولادة قيصرية نعم هي معروفة من قبل من زمن عاد وثمود ثم ازدادت مكانتها تألقاً بعد دخول أهلها في الإسلام نعم فبالتالي عمان أصل أصيل في هذه القزيرة العربية ليست منذ عقود أو دهر أو دهور هذا ما يجب أن نعلم لكن للأسف القيل اللاحق لا يعرف كثيراً عن القيل السابق لا يعرف كثير من شخصيات عمان السياسية والفكرية والعلمية أنا أتصور ليس مجازفة لكن أتصور لو قمت باستفتاء أو استبياء ربما لرأيت النتيجة على غير ما تولي دكتور أجر دراسة سيطلعن إن شاء الله على نتائجها يعني تتعلق بأمر يعني أنا بالنسبة للدراسة هذه متعلقة فقط لأن أنا أقوم بتدريس مقرر عمان والحضار الإسلامي وعند عدد لا بأس فيه يعني تقريباً 86 طالب الذين أقرأت عليهم الدراسة طبعاً هي بشكل سريع بس هناك بعض المؤشرات التي ممكن أن نشير إليها إن شاء الله يعني عندنا حقيقة يحتاج إلى هناك فصل بين القيل اللاحق كما قلت والقيل السابق هناك حتى بين قوسين أقول أكون بصريحين غياب للهوية يعني صار العماني يظن نفسه أنه قفر أو فقر من التاريخ من الحضارة من التراث علماً بأن هناك الدولة الوحيدة يكاد لي فيها وزارة مختصة بذلك وزارة التراث والثقافة هنا عندنا الإشكال أن طالب العماني الشخص العماني صال لا يعرف كثير من تاريخه يعني الأمقاد البحرية التي أشرت إليها لآخر راشد العمانيون صناعها هم ربابنة سفن هم ربابنة البحار يكفي أن نشير إلى الملاح العماني الشهير أحمد بن ماجد أسد البحار هذا في مقال علم البحار العمانيين وكان سادع إذا أتيت يا أخي إلى علم الفلك من من العمانيين الشباب يعرف أن عمر بن مسعود المنذري من السليف من عبري كان رائدا في علم الفلك إذا أتيت إلى اللغة العربية الخليل بن أحمد العماني الفراهيدي من منا من العمانيين يعرف هذه الشخصية عندك المبرد صاحب كتاب الاشتقاق والجمهرة هذا أصوله عمانية كم نعدد القائد العسكر العماني هذا الفذ المهلب من أبي صفرة هذا من أهل عمان أو أصوله من عمان لازالت معاقلهم ديارهم في ولاية أدم واضحة بادية للعيان فبالتالي يعني نتمنى ماذا عن الجانب الأدبي والشعري أيضا غيرنا كثير من ملامح حتى يعني الأدب والتاريخ العربي من خلال شعرائنا وأدبائنا لكن دكتور حتى نكون أكثر واقعيا كيف يعني يتصل إلى الشاب فكرة أن هذه الأسماء غيرت مسار التاريخ فيما مضى اليوم نحن نتكلم عن العصر ماذا يفيد شاب اليوم يدرس علم الحاسوب أن يعرف أن هناك عالم فلك عماني وهناك بحار عماني شوف يا خراشي هذا العالم الحالي بنا على شيء ماضي حتى الأرقام الحسابية هذه التي نعرفها بنيت علم القبر بني على علماء مسلمين سابقين نعم الطب علم التشريح لا يأتي عالم فيبدأ من جديد وإنما يبني على ما بناه السابقون فبالتالي لو أدرك العماني هذه الحقيقة لستمسك بتراثه وتاريخه وفاخر به فهذا يعني صحيح نعم أنت لا تقف عند تراث من مضى لكنك أيضا لا تتنكل أنت تبني وتقدد وتصلح ما وقع من خلل هكذا إذن هناك رابط طيب ننتقل إلى الأستاذ محمد يعني نعرف اهتمامك الكبير بالتراث والمخطوطات الآن ما علاقة الهوية هوية أي مجتمع بتراثه وحضارته وتاريخه نعم أولا إذا جينا إلى تعريف الهوية ليس هناك تعريف جامع مانع لها لكن يمكن أن نقول عن الهوية أنها القيمة المعنوية المضافة لجماعة من الناس سواء لأفراد أو لجماعات والخصائص التي يتميز بها هذا المجتمع أو هذا الشعب أو هذه المجموعة من البشر نعم وبالتالي نحن عندنا عناصر كثيرة للهوية نتميز بها هي أيقونة أيضا لهذا المجتمع ولهذا الشعب العريق فالتجذر الهوية في ضميرنا الجمعي يدفعنا إلى الحفاظ على مفرداتها والتشبث بها والتمسك بها فإذا جينا إلى مسألة التاريخ التي تناولها الدكتور إسماعيل السياق العام للتاريخ يقتضي أن نطور هذه النظرة إلى التاريخ أيضا الدكتور علي أشار إلى مثال وهو تطوير منهج من مناهج جامعة سلطان قبوس المنهج المدخل في التاريخ الذي يتلقاه جميع الطلاب فكذلك السياق العام للتاريخ العناية بالتاريخ ينبغي أن تتطور وإذا عدنا إلى سؤالك المتصل ب كيف يعكس الاهتمام بالتاريخ هوية أي مجتمع نعم الاهتمام بالتاريخ يعكس هوية أي مجتمع لأنه يشعر بالانتماء أولا إلى التاريخ ثم التاريخ أيضا هو منظومة من الوقائع التي تتخللها الكثير من المفردات الحضارية التاريخ ليس سردا فحسب وإنما تناول التاريخ من زاوية حضارية وهو الذي نادى به الدكتور علي قبل قليل يدفعنا إلى آفاق أرحب وأوسع النظر إلى المستقبل أيضا لأن تناول التاريخ مجردا هكذا مجرد اجترار وقائع وأحداث حدثت في الماضي دون أخذ الدروس والعبر منها لا يجدي شيئا وبالتالي يعني الهوية يعكسها الاهتمام بالتاريخ هذه يعني تكاد تكون من البدهيات يعني إذا جئنا مثلا إلى العمارة إلى التراث طبعا ثنائية التراث والتاريخ التي نتحدث عنها بمجرد أن تلج إلى هذا المجتمع أو إلى هذا البلد تعرف مباشرة أن له هوية ولها مفردات وملامح وبالتالي لو لم يكن هناك اهتمام لأصبحنا كشأن أي دولة أخرى يعني لا نتفق معها في شيء من المفردات الهوية طيب كبارا كيف تنظر إلى الجهود المتعلقة بالحفاظ على التراث العماري هذا السؤال شائك وبدأته بتنهيد أنت أيضا نعم سؤال شائك لأن مسألة الجهود لا يمكن أن تنكر الجهود القائمة سواء كانت جهود سافقة أو جهود نشهدها الآن لكن بينها وبين ما ينبغي وما يجب بون شاسع في رأيي الشخصي قبل قليل كنا نذكر ثنائية التاريخ والتراث طبعا مفهومان متداخلان إلى حد بعيد لأن التراث يشمل التراث المخطوط ويشمل التراث المادي والتراث غير المادي التراث الفكري يعني التراث المخطوط سواء كان مخطوطا أو مطبوعا التراث المادي والتراث غير المادي وهناك الصلاحات أصبحت متعارفة عليها الآن لكنها هي وجه التاريخ من أين نستقل التاريخ أيضا من تراثنا الفكري هو وعاء التاريخ وبالتالي هناك تداخل بين المصطلحين الجهود القائمة حتى الآن يعني يمكن أن نمثل لها بوقائع بعينها يعني لأن لو كان الكلام عام لربما لم نصل إلى نتيجة بضط فإذا جينا إلى التراث المخطوط مثلا أو التراث الفكري عامة مخطوطا كان أو مطبوعا طبعا تحوله من حالة المخطوط إلى المطبوع لا في عمان أكثر من ستين ألف مخطوط ما تم جمعه حتى الآن طبعا كان هناك إعلان لوزارة التراث بعيدة إنشائها ببضع سنوات أن ما بحوزة الأهالي وما تم جمعه يساوي قرابة ثلاثين ألف مخطوط وبعد سنين طويلة اتضح أن الرقم الحقيقي ربما يكون أكثر من الضعف ما تم جمعه حتى الآن نعم وما تم تحقيقه يعني يكاد لا يصل إلى عشرين بالمئة من حجم تراثنا جميل أنا أستاذنك في استكمال بقية الجهود بعد أن نتقل مجدد أن الأستاذة تهاني أنت كشابة أيضا كيف تنظريني لاهتمام الشباب العماني بالتاريخ العماني هل يتغنون بأمجاد أم هم مدركون وعون بأن هناك فترات تاريخية أسهم فيها العمانيون وغيروا مجرى التاريخ فيها نحن عندما نتحدث عن المعرفة والإدراك حول المراحل التاريخية المراحل التاريخية ليست مئة عام أو أقل هي فترة طويلة جدا من امتداد حضارة العمانية قبل الميلاد والفترة الإسلامية والعصر الحديث وهذه المرحلة لم تكن مقتصرة فقط على الأحداث السياسية كانت عبارة عن نتائج فكري وأدبي كان هناك أدباء ومفكرين ومؤرخين وعلماء إضافة إلى الموروث من عادات ومن تقاليد وكذلك من أشياء مادية حتى وقلاع وحصون لذلك أنا أرى أن الشاب العماني بشكل عام لا يمكن أن أقول بأنه مدرك بالضبط ولا غير واعي أيضا السبب أن حاليا الشباب نوعا ما قد يكون مثل ما قال في البداية أنه غير آبه بأهمية هذا التاريخ على أساس نحن نعيش في الحاضر والتكنولوجيا أهم من شيء مثل ما يقول يعني يقال أنه موروث فأنا أقول بأن الشباب منقسمين هناك من يطلع على المصادر والمراجع وكذلك المخطوطات ضمن تخصصه يعني ضمن الضرورة العلمية فقط لا أكثر وهناك من هو مهتم وواعي ومدرك بأنه كثرت الاطلاع على هذا التاريخ بمراحله المختلفة تكون مخزون ثقافي داخلي يساعد على تنمية الهوية الوطنية وغيره لكن الخطير ما يشكل خطر في الموضوع هو الشباب الذين يستقون معلوماتهم من أماكن غير موثوقة يعني الإنترنت هذه الثورة التكنولوجية تسبب لنا ربكة فكرية في تناقل معلومات عن طريق الوسائل المتواصل حديثة سواب الهاتف أو حتى بالوسائل الأخرى يعني تويتر والفيسبوك أحيانا يدرك معلومات قد تكون مغلوطة وغير دقيقة فيتكون المخزون لدى الشاب يكون سطحي وغير دقيق أما الأخطر أكثر هو الذي لا يدرك أهمية هذا التاريخ بتاتا فيتغنى به التغني بالتاريخ بدون إدراك يعني أنك كمن يسير عشوائي وبلا وعي نحن نحتاج إلى أن ندرك هذه المراحل حتى نتحرك لبناء هذا الوطن غريزيا طيب كونك قريبة من طلاب الجامعة كيف تنظرين إذا أمر إدراكهم بالتاريخ المشكلة بالطلاب لا أعمم فلما ذكرت التقسيم الذي سبق خاصة صين طلاب الجامعة كيف لكن طلاب الجامعة بشكل عام يعتمد على التفصات بأمانة لا يوجد ذلك الوعي الحقيقي لدى الطالب في جامعة السلطان بأهمية التاريخ دائما يتحدثون على أساس أن التاريخ يعني شيء وانتهى هي بس قضية قضية الربط يعني ربما تأثرت قضية مهمة يعني إلى أي مدى أنا قادر على إقناع هذا الطالب الذي يدرس مثلا في الهندسة أو في الطب بأهمية أنه يكون عنده وعي تاريخي يعني فهذا قضية حساسة بشكل كبير يعني هنا بس فقط أنا أركز المنهج لما أتكلم عن منهج مقرر المنهج شمولي يعني المنهج لا يقتصر فقط على الكتاب وإنما أيضا هي البيئة أيضا البيئة المحيطة التي توفر أقواء مناسبة من أجل إشاعة هذا الحب التاريخ أو الاعتناء بالتاريخ وأيضا تشكيل وعي متنامي لدى هذا الطالب بأهمية التاريخ فكيف تصير عملية الربط أنا هنا بحاجة إلى أقناع ما الذي يجعل المعرفة التاريخية الماضية أجعلها مهمة الآن في القرن الواحد العشرين في ظل التطول التكنولوغي يعني دعني أضرب لك مثالا فيما يتعلق لو تحدث مثلا حادثة تاريخية ومدى أهميته بالنسبة لتشكيل الوعي وبالنسبة أيضا موضوع الهوية عندما أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم عمر بن العاص إلى عمان إلى حاكمي عمان نادهم بملكي عمان يعني إلى عبد وغيفر ملكي عمان هذا يوضح إلى أي مدى إنه في هناك أيضا كيان مستقل كيان سياسي لوجود لم يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم القبائل الأخرى بالملوك أو بالأمراء أو بالحكام خاطب ملوك كسرى وقيصر الروم وعظيم المصر وملك الحبشة وقال ملكي عمان إذن هنا أيضا من المهمة الطالب أن يعي إنها مثل ما ذكر الدكتور يعني هي تاريخ طويل يمتد إلى حقب تاريخية في حياء الطالب طالما أن هناك مقرر واحد عمان والحضارة الإسلامية مقرر نظري يعني كما استقينا أرى مجموعة كبيرة من الطلاب لكن أيضا خلد يعني من الموجود يعني على الأقل يعني هنا مرة أرجع هل هي كافية مثلا يعني هل مقرر واحد كافي أيضا هناك أخي راشد هناك قنوات أخرى يعني يعني أيضا بالإمكان أيضا تفعيلها من أجل تنمية هذا الوعية نحن على سبيل المثال وأنا على علاقة أيضا بالأنشطة الطلابية هناك ولدت أيضا من بداية الجامعة أيضا جماعة معنية هي جماعة التاريخ والآثار دكتور حتى نكون أكثر واقعيين يعني هذا الأمر يعني ليس إلزاميا على كل الطلاب من يريد أن ينضم يريد ومن لا يريد يعني طالب طبي يعني الآن طيب دكتور خلنا نركز على مقرر عام عمان والحضارة الإسلامية طريقة تناوله للمعلومات هل بالمستوى الذي يجعل الطالب واعيا بالتاريخ العماني هل أنت أنت كدكتور راضي عن مستوى ما يقدر بالمعلومات في هذا المقرر أنا عندي أرقام ممكن أشير لها يعني فلو سمحتولي بس يعني من خلال دراسة أجريتها دكتور من خلال دراسة طبعا أيها طبعا طبعا أنا هنا هنا لا فيما يتعلق طبعا هنا لما نتكلم عن الأهمية الأهمية قد تختلف عن الوعي يعني أنا قد أكون مهتم وعادة ما يكون الشخص المتخصص هو المهتم يعني طيب ولكن مسألة الوعي أيضا هي مسألة أخرى يعني نعم فاهتماما عندي طبعا 86 عينة هم طلاب أقوم بتدريسهم مقرر عمان والحضارة جميل من كلاب الجامعة من طلاب الجامعة من كليات مختلفة يعني من كليات الطب والهندسة والتمريض والعلوم هنا طبعا كلام أنا ليس دفاعا يعني نعم النتيجة إنه 48 معرفتهم باهتمامهم بالتاريخ 48 من 86 متوسط اهتمام اهتمامهم متوسط إدراكهم وعيهم بأهمية التاريخ العماني شوية راح ترتفع النسبة لتصل إلى 54 إلى يعني تقريبا أكثر من النص لدى هؤلاء الطلاب وعي بأهمية التاريخ ولذلك إحنا قاسم نرى أيضا غيرا أيضا من شبابنا لأننا ما تتكلم أعتقد فيه محور لاحق سوف نتكلم عنه نشعر إنه أيضا هنا غير لدى هؤلاء الشباب يعني هي القضية الأخرى أيضا من أين يستقل طالب من أين يستقل طالب مصادر معلوماته عن التاريخ العماني نعم وقلت إنه المدرسة راح تشكل نسبة كبيرة بمعنى إن الطالب جايه وعنده حصيلة معرفية تقريبا واحد وسبعين من أصل ستة وثمانين من خلال المدرسة تسعة من أصل ستة وثمانين فقط مطالعة ذاتية وهنا أيضا نقطة علامة استكهام يعني الطالب الجامعي يفترض أيضا أن يكون لديه روح المبادرة والقراءة والاهتمام فلما نجد إن المطالعة الذاتية نسبة هضائلة جدا يعني تسعة بالمئة معنى إنه هناك في شواغل أخرى يعني لم يعود الطالب الجامعي كما كان سابقا يعني طيب في موضوع الإدراك والاهتمام كانت الفقرة والسؤال هكذا يعني ما مدى إدراكك وما مدى اهتمامك إلى أي مدى تشعر أن لديك وعي بأهمية التاريخ العماني نعم هل هي مقياس نستطيع أن نقول أنها واضحة دكتور لا طبعا هذا عينة بسيطة يعني يعني أنا مثل ما ذكرت أنه نحن نفرق بين قضية الاهتمام لأن الذي يهتم هو الشخص المتخصص ولكن الوعي هو لديه وعي بأهمية أنه فعلا أنا يعني يشعر بأهمية التاريخ ولذلك أنا قاس أتكلم عن موضوع الغيرة ولذلك ممكن نطرح في محور آخر طيب دكتور إسماعيل الآن ننتقد بعدما اتفقنا تقريبا إجمالا أن هناك قصور من الشباب في مدى إدراكهم ووعيهم بالتاريخ العماني لذلك نحتاج إلى تفعيل للأدوار بشكل أكبر الآن دكتور إسماعيل كيف نستطيع أن ندفع الشباب إلى أن يكونوا أكثر غيرة أكثر حرصا أكثر اهتماما بتاريخهم العماني نعم طبعا ذكر الله أخي علي نعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث إلى ملكي عمان على هذا يعطيك إشارة أن عمان ليست مقموعة أحراش ليست مقموعة خيام ليست هي مقرر بدو روحة المتنقلين بل قامت لها أسس حرارية وشهدت مدنيات متعددة طيب فهذه بنفسها تكون حافز للشاب العماني أن يعمق هذه القذور الانتماء لعمان وأن يستمسك بهذه الهوية نعم عندك أيضا دكتور علي وأيضا الأخت تهاني أستاذ محمد أشار إلى بعض ما ينبغي فعله من أجل هذه من أجل المام بالتاريخ خاصة دكتور علي أشار إلى عمان والحضارة الإسلامية عمان و الحضارة الإسلامية أنا إذا قيتي لا أمنيتي حتى أزيل الأمية التاريخية والأمية الفكرية أنا بجيزة مبالاة أقول لابد أن يعمم عمان والحضارة الإسلامية على كافة الجامعات الخاصة والعامة وكافة الكليات الخاصة والعامة لابد يعمم أنت عندما تذهب إلى أمريكا لابد أن تعرف تاريخها ولو كنت وافدا فكيف ولذلك أنا أتمنى أن يعمم هذا الكتاب وغير ذلك من الكتب لا بد أن تدرس هذه القوانب القوانب الأخرى يا أخي تفاعل كامل أجهزة الدولة مع تراث عمان تاريخ عمان مع حضارة عمان طيب دكتور نحن نريد أن ندفع الشباب الآن كيف نستطيع أن ندفع الشباب الدكتور ذكر منظر النتائج 9% يستقون معلوماتهم التاريخية من مطالعاتهم العامة نسبة ضئيلة يعني نسبة ضئيلة فكيف نستطيع أن ندفعهم أن يكونوا قراءا لتاريخهم نعم توفير المادة هذا المادة العلمية التاريخية قعلها في متناول اليد هذا عامل بنفسي تحقيق هذا التراث وقعله في متناول اليد أيضا مهم أنت لاحظ يا أخ راشد أحيانا قد تأتي بطبق من المأكولات شهية لكن لو قدمت لو قدمت في طبق غير ملائم منكسر ترتد نفسي صحيح لكن لو قدمت لي هذه الوجبة الغذائية التاريخية في حل قشيبة سرغ الناظري وحققت لي هذا التاريخ وطبعته طباعة جيدة فبالتالي أنا كشاب أن سأقبل على دراسة هذا التاريخ لأنك أعطيتني إياه في قال ابن يسر والناظري هذه بعض الأشياء التي تدفع الشاب بالقراءة تفاعل وسائل الإعلام تفاعل وسائل التربية تفاعل وسائل المعنيات بالتراث من أجل إحياء هذا التراث وهذا التاريخ هذا طيب دكتور في القرن الـ 21 اليوم مع توجه الدول أن تكون دول صناعية دول تقنية هل نحتاج إلى زيادة عدد طلاب من الشباب المتخصصين في التاريخ يعني كثير ما نقابل طلاب يقولون لنا أقضي من عمري أربع خمس سنوات في معرفة التاريخ في الوقت الذي يتقدم فيه العالم صناعيا وتكنولوجيا قيد سؤالك أنا ما معرفت التعليم بالوظيفة إذا لاحظنا فرنسا كيف تعتزب تقافتها بلغت من العلوم والمعارف ما لم تبلغه مناطق الشرق الأوسط لكنها تعتز بثقافة حتى لما جاء ما يسمى هذا ببث مباشر أو الدش خشيت على ثقافتها وفكرها إذن نحن بحاجة إلى هذا التاريخ ولو كان ثورة صناعية علمية يعني دول الغرب عندها الأطباء المهندسين المفكر لكنها مع ذلك لم تغلق أبواب الفكر والتراث المادي والمعنوي وبالتالي نحن بحاجة للحفاظ أولا على الهوية وللحفاظ على الوطنية وإن بلغنا ما بلغنا في التقدم التقني والصناعي هذا إذن شيء مهم نعم طيب تعتقد أن اليوم يعني الغزو بما يطلق عليه بالغزو الثقافي والفكري ومواقع التواصل الحديثة أضرت بحفاظنا على هويتنا وتاريخنا دكتور يا أخي ما أتصور يعني إذا جيت للصراحة هذه التقنيات الجديدة الآن نعم هي جديدة كما قلت نحن من فترة طويلة يعني غضينا النظر عن تاريخنا أنا ما أريد استخدم أهمل تاريخنا لكن منذ فترة طويلة أنت متفاهل دكتور يعني فلذلك آمل يعني الآن يشهد هذه الحضارة بعث جديد نعم لكن أنا أقصد بسؤالي أيضا يعني في الماضي كنا نتابع يعني كثيرا من الأفلام تتحدث عن التاريخ تعرف عن التاريخ اليوم يعني ما يتابعه الكثير من الشباب إن كنتم تتفقوا معي موضوعات عامة أفلام بوليسية مثلا أفلام عن حضارات أخرى في الوقت الذي يعني أنت ذكرت فرنسا مثلا يعني الفرنسي لن يجيب علينا بكلمة واحدة بلغة قريبة منه باللغة الإنجليزية إذا أسألنا بسؤال بهذه اللغة هو يجيب باللغة الفرنسية يعني تز بهويته إلى هذا الحد طيب في النهاية في النهاية أنا تخص طبيب أو مهندس وغيره أتابع شاشات التلفاز أتابع الأسائل الحديثة ما الذي يمنع أن أنتق أنا كتلفزيون كإذاعة مسلسل عن شخصية تاريخية وهي شخصية الإمام أحمد بن سعيد نعم وأنا قالس كطبيب كمهندس شاهد في النهاية التلفزيون لكن أنا لو قيت وأنتقت مسلسل عن الإمام أحمد بن سعيد الإمام أحمد بن سعيد كتاقر ثم كوالي في صحار ثم لماذا أجمعت الأمة العمانية لماذا اختاره العمانيون بعد ذلك ولي أمر لعمان وبالتالي هذا ما يتعارض تخصص التقنية وغيره ما لأن في النهاية الوسائل الحديثة نحن نشاهدها جميعا نعم ما عرف دكتور هل تطلعت على مقرر عمان والحضارة الإسلامية أنا درسته نعم هل وجدته يعني كاف بدرجة يعني يعطي الطالب الماما وإدراكا بالمعلومات التاريخية وعمان وتاريخها نعم من ناحية أنا هذا كوقهة نظرة أنا ما عرف الدكتور علي والدكتور تهاني نعم بس ككتاب أعقبني حقيقة يعني طيب وتناول مراحل عمان هو الدكتور أشار إلى أيضا المؤسسات الأخرى وتعميم المقرر ومتطلب معني بالتاريخ في المؤسسات الأخرى على سبيل المثال ماذا لكليات التطبيقية طيب تعرف ماذا قاموا تغيير المسمى وأصبح الآن الاقتصاد الأماني فأنا لما أتكلم عن الاقتصاد الأماني غير لما أتكلم عن التاريخ الأماني نعم وأيضا من خلال تشاوري مع بعض الأكاديميين إن المادة المحتوى هو محتوى تاريخي ولكن هل معنى إنه تغيير الاسم إنه أنا كون إنه هذا أصبحت كلية تطبيقية وكأنني أتبرأ مثلا من المسمى يعني هذا قضية وغاية في الأهمية يعني لماذا لا أسمي الأشياء بمسمياتها لماذا فعلا لماذا مثل ما أشار الدكتور من المهم جدا ليس فقط بس حتى في الكليات التطبيقية حتى في الجامعات الخاصة وأنا أعتقد بعض الكليات تدرس مقرر تاريخ أماني نفس الكتاب يدرس في بعض الكليات الغد أنا ليس لدي اطلاع بالنسبة للكليات الأخرى يعني هو الدكتور ذكر موضوع تعميمها حتى على مستوى مثلا وزارة التعليم العالي تتبنى هذا الفكر لكن قبل ذلك طبعا أنت أشرت إلى دور المدرسة في تحقيق إدراك ووعي كاف بالتاريخ الأماني سنشير إن شاء الله إلى هذا الموضوع بعدها أن ننتقل إليك سيد محمد أنا هناك سؤال مسؤولية الحفاظ على التراث والتاريخ هي مسؤولية فردية أو مجتمعية؟ يعني من مسؤول عن نشر هذه الثقافة؟ الكل مسؤول بالطبع أفراد وجماعات حكومة وشعب نعم يعني أرجو أن لا نختزل الاعتناء بالتاريخ في المحاور التي تحدثنا عنها طيب محور المناهج في مؤسسات التعليم العالي وكذلك المحور الذي تحدث عنه الدكتور إسماعيل ألاوة هو الطباعة والتحقيق والنشر طيب قضية الدراما هذه يعني من أهم الوسائل في هذا العصر والدراما أصبحت لغة يعني سهلة يسيرة جماهيرية يمكن مثل المثال اللي أتحدث عنه الدكتور أن تكون في متناول الجميع أينما كانوا وحيثما كانوا فنحن لم نشهد في بلدنا دراما تاريخية عمانية بالنسبة للدراما المرئية سوى عمان في التاريخ نعم وربما هناك بعض المسلسلات الإذاعية هناك برنامج أسماع في التاريخ أو شخصيات في التاريخ تتناول شخصيات عمانية نعم لكنه ليس دراما وإنما برنامج وثائقية وثائقية بشكل سريع كذلك طيف موضوع دراما ترى هناك من يقول أنه عندما نحول التاريخ إلى صناعة درامية فنحن نضيع من رصانة المعلومات ومن مضمونها الحقيقي نحن لا نحول كل شيء إلى دراما فالنهاية الدراما شيئنا ما بين اللغة يخاطب بها الجمهور فما المانع أن تكون هناك دراما هل عندنا كتاب سيحولوا التاريخ إلى هذا سؤال آخر ليس من شأن أن أجيب عليه أنا عندي وقهة نظر فيما يتعلق بموضوع الدراما يعني من خلال متابعتنا يعني لحقب من التاريخ على سبيل المثال نذكر مسلسل عمر بن الخطاب مسلسل عمر بن الخطاب حقق أعلى معدل مشاهدة في تاريخ الدراما يعني وهذا يعني بالتالي أصبحوا الناس متسميرين اللي يعرفوا هذه الشخصية نحن لدينا تاريخ عظيم ومثل ما ذكر يعني أحمد بن ماجد عندنا أحمد بن سعير عندنا ناصر بن مرشد وبالمناسبة ربما أنا كنت أسأل الطلاب في هناك رواية اسمها الشراع الكبير للأديب الراحل عبدالله الطائي هذه من أجمل الروايات التي تتحدث عن فترة الوجود البرتغالي على شكل رواية هل هناك مبارك؟ نعم أنا قرأتها وأنا حتى قال في التالوية لا يعرفون عنها شيئا للأسف يعني تعرف دكتور بقطع كلامك بالخير تعرف أن الفيلم التاريخي عمر عرف حتى المجتمع الغربي بالإسلام برسالة الإسلام عن طريق صناعة درامية وسيطة وكذلك فيلم الرسالة لمصطفى العقاد هناك من دخلوا الإسلام لو تذلني الأخراج المحور الآخر المتعلق أيضا بالثقافة التاريخية أو الوسيلة الأخرى هي الثقافة المتحفية نحن في هذه الأيام أو في هذه السنوات نشهد مشروعا وليدا وننتظر أن يرى النور ألا وهو المشروع المتحف الوطني ويعني نحن اشتغلنا على كتابة بعض النصوص المتعلقة بالقطع المتحفية التي ستعرض في المتحف الوطني إن شاء الله من خلال هذه التجربة يعني رأينا بالفعل أن الثقافة المتحفية مغيبة في بلادنا هناك الكثير من المقتنيات التي جمعت في جعبة وزارة التراث منذ بداية السبعينيات منذ قدوم البعثات التنقيب الأثرية إلى عمان وهي حبيثة مخازن وزارة التراث والثقافة تعرف سيد محمد قبل فترة كنت أقرأ مقالا لعالم أثار فرنسي يقول عندما زرت عمان وتعرفت على كل هذه الأثار وكل هذا التاريخ كنت أتوقع أن سأجد نتحفا أنتم لديكم أمر غريب لديكم كل هذا التراث في المقابل إسرائي لديكم متحفا صحيح وهناك صورة تعكس وهي للأسف مغيبة أيضا عن العمانيين ما نشرته مجلة الدراسات العمانية التي تصدر باللغة الإنجليزية منذ عام 1975 وحتى الآن الآن في الآون الأخيرة بدأت تصدر الأعداد باللغة العربية وهي مجلة علمية محكمة أيضا من يتأمل في حصيلة هذه المجلة فقط هذا نموذج واحد سيجد العجب العجاب مما يزخر به هذا الوطن من تراث ضارب في أعماق التاريخ ومن مجد موغل في القدم هذا طبعا مثال بسيط وهذا غيظ من فيض الثقافة المتحفية للأسف لا وجود لها في بلادنا يعني مدينة بحجم صحار وبحجم نزوة الحواضر العمانية وبحجم صور لا توجد بها متاحف حتى الآن هناك يعني متاحف الأمار وابتهادات شخصية اجتهادات شخصية قبل عامين فقط ربما صدرت لائحة بتنظيم إنشاء المتاحف الخاصة وبيوت التراث وهذا يعني أننا طوال تلك السنين ليست لدينا إلا المتاحف التي أنشأتها الحكومة هناك الكثير من رجال الأعمال باستطاعتهم أن ينشئوا متاحف وهناك نماذج موجودة في مجتمعنا ولكنها قليلة وللأسف لم تجد من يحذو حذوها فبالتالي الثقافة المتحفية هذا وجه آخر لكن المتحف الوطني هل يؤمل إن شاء الله يبشر بخير كبير للعناية بالتراث إن شاء الله نأمل ذلك لأن المتحف الوطني أنا لست من يتحدث عن المتحف الوطني لأني لست مسؤولا عنه لكن ما أعرفه أن المتحف إن شاء الله بافتتاحه سنشهد نقلة نوعية في الثقافة المتحفية في عمان لأن المتحف مبني على ما يعرف بالقصة المتحفية والقصة المتحفية باختصار هي أن كل من يزور المتحف لا بد أن يتعرف على قصة عمان على حضارة عمان ممتاز وبالتالي لو وجدت هذه القصة المتحفية في كل حاضرة عمانية قصة صحار وقصة الرستاق وقصة نزوة وقصة صور لعرفنا هذه الحواضر العمانية كيف نشأت وتاريخها الطويل على الرغم أن في سبعة وسبعين المرسوم السلطاني صرح بإنشاء المكتب الوطنية نعم سبعة وسبعين نعم المكتب الوطنية المادة الثانية من قانون المخطوطات الصالح المرسوم السلطاني سبعين على سبعة وسبعين تنص على إنشاء المكتب الوطنية والحقيقة لنا عتب كبير على الجهات المعنية لأن المكتب الوطنية هي وعاء الذاكرة العمانية وحتى الآن الذاكرة العمانية لم تجمع في وعاء يعني يفد إليه القصاد وينهل منه الوراد وإلى متى طال الانتظار يعني مشروع مجمع عمان الثقافي الذي أعلن عنه مرات تلو المرات ولا زالت الوعود يوما بعد يوم لم يرى النور حتى الآن وإن كان المسؤولين في وزارة التراث يعني يطمئنوننا بين الحين والآخر ويؤكدوا أنه قريب لكن القريب يبدو بعيدا حتى الآن يعني لا يلوح شيء في الأفق إن شاء الله سيكونوا قريبا بهذا الطرح إن شاء الله وبيطروحات أخرى وبجهودكم أيضا كمعنيين بموضوع التراث والتاريخ أرجع لك أستاذة هاني بوجهة نظرك الآن هل ما يقدم للطلاب من محاضرات من أنشطة حتى غير طلابية كافية بتعريفهم بالتاريخ والتراث العماني أولا يجب أن ندرك تماما أن الشاب العماني في هذا الزمن مختلف تماما عن الزمن تلقي يختلف يعني يجب أن نراعي التلقي الشاب نفسه بالمعلومات يعني الزج بالمعلومات بشكل كبير هذا يؤثر على تلقيه يعني عدم الاستساغة يكون غير مستسيغ لهذا الكم من المعلومات يجب أن نراعي أن حتى الفهم والاستيعاب نفس الشيء يعني يحتاج إلى أنا أطلع على كتب ومراجع ومصادر كوني متخصصة أدرك تماما كل كلمة مكتوبة لكن غير متخصص يحتاج إلى أن يتذوق أولا يعني كمصادر وكمراجع برأيي نحتاج إلى أن نعيد نوع من التحقيق في بعضها نعم طيب سيدة هاني اليوم يعني نشاهد الكثير من الأسابيع الهندسية الأسابيع العلمية الزراعية في الجامعة هل نشاهد أسبوع للتاريخ يعرف بشخصيات عمان التاريخية يعرف بتاريخ عمان؟ كن صريحة يعني الأمر عادي الأمر مقبول أنا خريجي أساسا من القسم من الكلية وما يعني خريجي من أربع ثلاث سنوات فقط لا أكثر طيب من أول ما دخلت الجامعة في أول سنة كنت أتمنى كنت أرجو ذلك عدى الأول والثانية والثالثة والراب السنوات الأخيرة صارت هناك إشكالية مثل ما ذكرت يعني ذكرت قماعة التاريخ والأثار كانت تقوم بدور كبيرة اختفى هذا الدور يعني ما صارت ما تقدمه الآن أو للأسف أنا أقول هناك في قصور كبيرة يعني نحن فعلا ما جالسين أيضا نوجه ما في هناك أيضا توقيه بناء لهؤلاء الطلاب لتبني مثل هذه الأفكار وما في هناك أيضا دعم دكتور تعرف نحن بشكل دائم نستمع إلى أن مجموعة من دكاترة الجامعة طلاب الجامعة حققوا إنجازا علميا هندسيا فلكيا تاريخيا ولا سمعنا ولا مرة بس ممكن أشير إلى نقطة مهمة بما أننا نتكلم حتى قضية التفاول التي أشار إليه الدكتور هناك مشروع كبير ضخم سوف يرى النور قريبا هو مشروع الموسوع العمانية مشروع الموسوع العمانية هو يعني بهمة شباب يعني وغلا مؤظم الطاقم طبعا معظم الطاقم 100% هو طاقم عماني الذين عملوا أيضا في هذا المشروع خاصة فيما يتعلق بالقوانب التاريخية والآثارية هم أيضا من نخبة خريجي جامعة السلطان قابوس تم انتقاؤهم بعناية في الكليات الإنسانية؟ في الكليات الإنسانية طبعا يا الأول لك أننا نتكلم دكتور حتى عن كليات العلمية يعني من حق الطالب في كلية الطب الذي يقضي سبع سنوات في المستشفى وفي الكلية الطبيعية يعني يتعرف على أحمد بن ماجد يتعرف على أحمد بن نعمان يتعرف على الشخصيات الأخرى هذا القضية الأخرى أيضا كيف أيضا ممكن أنا أوفر هذه المعلومة بطريقة مثل ما ذكرنا على سبيل مثال الدراما أيضا المسرح يعني كم عندنا مسرحية تاريخية معنية بالقوانب التاريخية أنا ممكن أشير راشد لو سمحت لي فيما يتعلق بتقربة ذكرها لي أحد الطلاب يعني هم كانوا من ضمن فرقة مسرحية تابعة لشباب ولاية عبري قدموا مسرحية فازت على مستوى السلطنة ومثلت السلطنة في دولة قطر وقاموا باسم المسرحية مسرحية الإمام ناصر بن مرشد حتى يعني عرفوا بتراثهم خارج هم يعني استغربوا أن احنا ما يعني بالنسبة للأخوة في دولة قطر يعني قالوا لأول مرة نسمع عن هذه الشخصية فأنا كنت سألوا هل قدمت هذه المسرحية داخل عمان فقال عرضت ولكن للأسف يعني ظهر أن ربما أيضا الإقبال أو اهتمامات الشباب تتجه لأشياء أخرى يعني يعني وإحنا أيضا نعاني أيضا حتى قضية الندوات آخر ندوة نظامها مركز البحوث الإنسانية بالتعاون مع مركز الدراسات العمانية ندوة مسقى الطاريخ وحضارة لو نجد نشوف الحضور حضور يعني ضعيف وأكاديمي مقتصر على المختصين والحضور من مختلف الفئات ومن الطلاب كان حضور ضعيف طيب هل وقفتم على أسبابه؟ صد تهاني هل وقفتم على أسبابه؟ نحن دائما نراعي أن يكون الطالب في جامعة السلطان معني بالدرجة الأولى بالتاريخ أي أن كان التخصص تنظيم مثل هذه الفعاليات كمركز دراسات العمانية أو حتى المراكز الأخرى المميدة في الجامعة مفترض أنها تكون عامل جذب لهؤلاء الطلاب نحن نقوم بتسويق هذه الفعاليات داخل الجامعة حتى القسم نفسه في التاريخ نحن ندعو الطلاب لكن المشكلة أن هناك عزوف من قبل الطلاب على حضور أي شيء هل وقفتم طيب على أسبابها؟ لماذا هناك عزوف من الشواب؟ يعني أنا بعدني أرجعي مرة أخرى إلى بقية الفعاليات الأخرى العلمية يعني يحضروا حتى شواب من خارج الجامعة يحضروا حتى طلاب مدارس يعني حتى يكون في مبادرات الطلاب في الكليات الألمية يبادروا لأن يشاركوا مشاركات خارجية فيما يتعلق بالابتكار أو غيره لكن طلاب التاريخ لا أدري بس على فكرة يعني حتى المجموعات الثانية اللي هي المجموعات التابعة للكليات الأخرى في بعض الأحيان في بعض الأمسيات عادة ما تقدم تراث عمان يعني بطريقة أو بأخرى يعني يعني فينك حضور ولكن حضور يعني غير مرضية نحن لا نريد أن نقتصر الموضوع على طلاب جامعة السلطان طبعا طبعا فقط نعمم الموضوع بشكل أكبر يعني الشباب كلهم نريدهم أن تكون لديهم تلك الأدوار المعنية بالحفاظ على التاريخ كأنك كنت تريد تقول شيء سيدا محمد نعم أنا أود أن أشير إلى مفهوم تقريب التراث نعم وتقريب التاريخ تقريب المعرفة عامة ومن ضمنها المفردة التراث والتاريخ هناك بعض الدول لها تجارب في تقريب المعرفة أي أن كانت أي من أي فرع من فروع سواء العلوم الإنسانية أو العلوم التطبيقية والبحثة هناك تجربة لتقريب كتب التراث العربي نعم لبعض الكتاب والباحثين فمثلا بدأوا في تقريب كتاب البيان والتبعين الجاحظ حتى يكون في متناول الفئات التي هي أقل عمرا وأقل إدراكا حتى ولو كانت في فئات عمرية أكبر فهذه التجربة يمكن أن تنسحب أيضا على التاريخ والتراث أيضا فلو وجد مجموعة من التربويين وهذا دورهم طبعا مؤسسات التعليم العالي الجامعات أن تقرب التاريخ للشباب لفئة الشباب بل ولفئة الصغار حتى هناك أيضا تجارب لبعض الدول المجاورة في إعطاء جرعات من التاريخ ومن التراث في الأندية الصيفية وفي المراكز الصيفية هناك فعاليات حتى على مستوى الفلكلور والفنون والعمارة والعادات والتقاليد وغيرها والتاريخ أيضا هناك دورات على شاكلة الدورات العلمية الأخرى هناك تجارب أيضا للمعارض وهذه تجربة ناجحة بدأت في السلطنة لكنها لا زالت على استحياء وعلى سبيل المثال المعرض الوثائقي الذي دابت على تنظيم هيئة وثائق المحفوظات الوطنية يمكن أن يكون بأشكال متعددة طيب سيد الحمد هل تقدمت بأفكار إلى الهيئة؟ نعم تتصور بها بأشكال جديدة لتنظيم هذه المعرض؟ نعم تقدمت بأفكار وقدمنا تجربة أيضا جربت وناجحة حتى بعض الدول أقامت مثل هذه المعارض في المراكز التجارية يعني مثلا إحدى الدول هذا مثال يعني شهدته بنفسي قدمت معارضا سمي الدولة الدولة الإمارات عربية المتحدة الشقيقة المجاورة مركز جمع الماجر للثقافة والتراث بدبي دأب على تنظيم معارض للجمهور هذه المعارض تكون في المراكز التجارية بحيث المكان الذي يرتاله الكل صغارا وكبارا رجالا ونساء ومن عرب ومن غيرهم هذا المعرض يقدم حقب تاريخية معينة وينتقي يعني مفردة من مفردات التاريخ أو التراث على سبيل المثال التجربة التي شهدتها بنفسي المصاحف مخطوطات المصاحف في إحدى الحقب التاريخية مثلا الحقب المصاحف المملوكية والمصاحف العثمانية طبعا وفقا لخصائصها في علم مخطوطات كذلك لا تقتصر على مسألة الحقبة الزمنية من سنة كذا إلى كذا فعرضت في إحدى المراكز التجارية وشهدت إقبال من قطع النظير مع أنها مجرد مصاحف معروضة داخل صناديق زجاجية هناك لنا تجربة في جامعة السلطان قبوس وفي مركز السلطان قبوس للثقافة والعلوم يعني كانت معارض مع أن الحضور كان محدودا في محيط الجامعة وما حولها لكن كانت تجربة ثرية وناجحة قدمنا عرضا ليس للمخطوطات والوثائق فحسب وإنما تجاوزناها إلى الأدوات التي استخرمن لكتابة المخطوط نحن نريد أن نؤكد على هذه الحلول في المحور الأخير من محاور حلقة هذا الأسبوع من برنامج السوديو الشباب لكن نريد أن نقول لكم تجربة شاهدتها بعيني في العام الماضي كنا في قطر للمشاركة في معرض ألف اختراع واختراع فكان من ضمن الاختراعات يعرفوا بالمخترعين العرب الذين يعسموا بشكل كبير في تغيير الكثير من الاختراعات وكانوا يأتون بمجموعة من الشخصيات التاريخية العربية في شبه اليزيرة العربية كان الشخص الذي يعرف بشخصية البحار العماني أحمد بن ماجد هو طبعا ليس عمانيا من قطر فكان دورنا أن يقومه بتعريف بهذه الشخصية ونحن نصور ما يقوم به لنقوم بعرضه فيما بعد في برنامج هذا الرجل كان مصرا أن أحمد بن ماجد هو من شبه اليزيرة العربية وبالتحديد ليس عمانيا يا رجل غير هذا الكلام لذلك أنا أسألكم في المحور الثالث هل تاريخنا العماني يسرق؟ دكتور أستاذي نكوني جاوب بعد أن نخرج بالفاصل إذن مشاهدين نخرج بهذا الفاصل في برنامجكم استوديو الشباب بعدها لنعودة مجددا حتى نستكمل بقية المحاور في حلقة هذا الأسبوع موسيقى 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 اهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام مجددا في حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم وستوديو الشباب كيف ندفع بالشباب لأن يكونوا أكثر إدراكا ووعيا بتاريخهم العريق بأنهم شكلوا فترات متلاحقة وغيروا مسار تاريخ البشرية وأسهموا في بناء الحضارة البشرية من جديد أرحب بضيوفي على عزاء الموجودين هنا معي في استوديو البرنامج أرحب بالدكتور علي بن سعيد الريامي أستاذ مساعد في كلية الأداب والعلوم الاجتماعية مرحبا بك دكتور موسيقى 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 أهلا بك دكتور إسماعيل بن صالح الأغبري وحاضر في معهد العلوم الشرعية أهلا بك دكتور أهلا بك دكتور أهلا بك دكتور محمد بن عامر العيسري كاتب وباحث في التاريخ والتراث العماني أهلا بك دكتور دكتور كنا قبل الفاصل نتسأل هل تاريخنا يسرق؟ ولكن قبل أن نسأل هذا السؤال بالعام نريد أن نركز على نقطة غاية في الأهمية هل التاريخ يحتاج إلى تمحيص كبير؟ بحيث لا نقبل أي معلومة هكذا حتى تاريخنا العماني؟ أكيد يعني يقول ليعلم الطالب أن السيارة تحوي ما قد صحة وما قد عنكرة نعم يعني التاريخ فيه علات فيه قابيات فيه سلبيات ما كل ما يروى أو يقال لا يأخذ لا بد إذن يكون عندك ميزان التمحيص والبحث فيما يروى أو ينقل أما قضية التاريخ هل يسرق؟ إذا غفل أصحابه عنه يسرق كالبيت كالبيت إذا غفل الشخص عن بيتي وأهمله لا شك أنه سارقا ما سوف يسرق ذلك الشيء دكتور ذلك الشيء مادي محسوس ملموس وهذا نتاج فكري طيب نتاج فكري يا أخ راشي لكن تصور الآن صارت هناك مؤسسات دولية تسجل فيها ذلك التاريخ وإذا قمت بتسجيل ذلك الشيء في تلك المؤسسة الدولية العالمية بعد عقدة أو بعد قيل أو قيلين أو ثلاثة ينسى القيل الأول أن ذلك تزوير وسرقة فبالتالي يصير حسب بناء لأن في النهاية صرت تلك المؤسسة الدولية هي المرقع يتحاكم إليه وبحكمها يحكم في النهاية إذا سجلت قد يكون أنا قيل والقيل القادم يعرف هذه السارقات لكن الأجيال ما بعد ذلك لا تعرف أن هذه سارقات فبالتالي أنا أقول لك تاريخ عمان أنك حوله يؤخذ أو يسرق يعني ذكرنا نحن أسماع عديدة الآن صارت تسرق حتى رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل عمان وهي موجودة مخطوطة أصلية الآن يتداول على أن النبي صلى الله عليه وسلم وقه رسالته لأهل عمان ولكذا من الدول علما بأن تلك الرسالة من 1400 سنة بالتالي هناك يا أخي ممكن التاريخ يسرق لكن قولي نعم الخالل عندنا أيضا نحن إذا قلنا صالح نفسنا الخالل عندنا يعني أنا لما ألاحظ معظم أو كثير من الكتاب عندما يكتبوا مثلا عن فتوحات الإسلامية طيب يستشهدوا بشخصيات غير عمانية وينسونا سلطان بن سيف وناصر بن مرشد وسيف بن سلطان حتى الباحثون العمانيون حتى الباحثون العمانيون عندما يتحدثون عن الآثار التي تركها يستشهدون بآثار أو بآئمة وصلاطين ولا يعرفون عن السيد سعيد بن سلطان وعن آثاره في أفريقيا عندما تستشهد بالتحرير وبموقات التحرير أو برواد الاستقلال يستشهدون بشخصيات أخرى ولا يعرفون أن أبا الاستقلال العماني هو القولند بن مسعود شهيدة قلفار بالتالي عندنا نحن نحن هنا الخلل عندنا عندما نستدل تشوف رسائل ماكستيرو دكتوراه لا تقد فيها أي مصدر عماني والكاتب يرتدي زي العماني وهو عماني وقنسيته عماني ولا تراه قد استدل بأي مصدر عماني فبالتالي هنا الخلل عندنا لكن هذا الذي يقع فيه المواطن أو الذي يظن أنه باحث من أيضا السبب؟ نكون صارحين عدد من المؤسسات ما أحسن استغلال تراث عمان وتاريخ عمان طيب دكتور نحن نعرف أن مواقع الدول تتغير وجغرافية الدول تتغير وفقا لتطور العالم وفقا لتطور الأحداث من عصر إلى عصر هل هذا يعني أنه أمر مقبول أن ينسب تاريخ إلى رقعة جغرافية في الماضي كانت تابعة لرقعة جغرافية أخرى أو من هذا القبيل؟ هذه تقسيمات الدول والحدود تراعي متى نشأت هذه الدولة؟ كم عمرها؟ أنا أتصور لو قيت وقلت لك نعم أن المهلب بن أبي صفرة أو أحمد بن ماجد يقع في بلادي يفترض أنني غير عماني طيب هو ينتمي إلي أو أنا أنتمي إليه هنا أنظر عمان من كم سنة؟ أكثر عن 1400 سنة من قديم لكن معتنقد إسلامه 1400 سنة المهلب من 1400 سنة أو 1200 سنة على العموم أو أكثر فبالتالي لكن لما يكون عمرنا 40 عام أو 50 عام والولد الذي أنسبه إلى نفسي من 1400 عام كيف ولد الولد قبل ودادة الأم؟ هذا ما يعقل طبال كيف؟ هذه ما نعرف معجزة عيسى ولد من غير أب ومعجزة آدم ولد من غير أب وأم أما أني أنا عمري 50 سنة وأدعي أن الولد ذلك المهلب أو غير ولدي وهو عمر الف 400 سنة هذه ما يعقل أن يولد الولد قبل ولادة الأم فبالتالي لابد يعني يكون هناك معيار عندما نقول أن هذا ينتمي لهذه البلاد أو لتلك البلاد نعم طيب سيد محمد يعني للأسف بيئة مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت بيئة خصبة لانتشار الكثير من المعلومات المغلوطة كيف تنظر إلى هذا الأمر؟ كيف تقيم شبكات التواصل الاجتماعي في أنها أصبحت بيئة لتناقل المعلومات غير الصحيحة؟ نعم إذا أسقطنا هذا على قضية التاريخ والتراث أنا لا أتصور أن لها تأثيرا سلبيا كبيرا طبعا لأن قضية الإشاعة تنسحب على كل شؤون الحياة ومفرداتها وعلى المعرفة عامة وبالتالي تبقى القاعدة الإلهية فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض وبالتالي محاولات التحريف والتشويه وبث الإشاعات وإذكاء روح الفرقة وغيرها مما يتصور أنه قد يؤثر على المعرفة التاريخية أو على رصيدنا من التاريخ ومن التراث لا أتصور أن هذه لها تأثير وإن وجد فهو تأثير محدود لكن أصبحت أكثر انتشارا أصبحت أكثر تداخلا أصبحت أكثر معلومات لكنها لا يعول عليها في التوثيق العلمي يعني هل يمكن أن أوثق أنا وأقول قال فلان في تويتر أو في فيسبوك كذا لا توثق معلومات أستاذ محمد لكن تؤثر الوعي وعي الشباب يتأثر جدا بهذه الوسائل يعني السعادة التي يقضيها كل شاب على تويتر وعلى الفيسبوك وعلى الواتساب أكثر من الكتب حتى لو كانت تخصصا في التاريخ أو غير التاريخ هذا يكفي تربكة فكرية يا أستاذ لا أود أن نفرق بين تأثيرها وبين تغيير المفاهيم التاريخية أو حتى قلب الحقائق ستتغير أستاذ محمد ستتغير يعني جيلا بعد جيل مثل ما ذكر إذا يعني لم نمعن التأثير أنا لا أنكر تأثيرها لكن لا أهول من الأمر أستاذ محمد الذي أعرفه أن تغريدة في تويتر شكلت رأي مجتمع نعم لكن في المقابل ننظر إلى البعد الإيجابي أيضا مثلا أنا من تجربة الشخصية في تويتر يعني وجدت فاعلا إيجابيا كبيرا حتى من غير العمانيين وأصبحت أتلقى الرسائل بالعشرات والمئات لأنك تقول معلومات صحيحة هذا أنا دخلت على صباح لأنك تقول معلومات صحيحة في الدراسة لا يوجد ذلك قطع يعني لكن هناك يعني من يستغلها لنشر معلومات غير صحيحة دكتور لصالت يعني هذه وسائل التواصل الاجتماعي أنت لما تلاحظ يعني شخصيات تكتب ما شاء الله كم أعداد المتابعين بالآلاف هذا يدلك أن يحدث غزو فكري وتغيير لا شعوري في إيش المعارف نعم عن طريق هذه وسائل الاتصال فبالتالي هذه بنفس سواء أنا أرسلت معلومة صحيحة ما فيها مغالطات قد أؤثر بها أو أحيانا أرسل معلومة فيها مغالطات لكني أنا أخواء وقتني هذه المعلومة في النهاية أنا تصير عندي هايك حقائق ليش لأن أصلا ما عندي كانت معلومات حتى أدفع تلك التي وردتني أخي راشد يعني فيما يتعلق بهذا الموضوع وما أثير حتى في الأيام الأخيرة يعني هي قضية كبيرة فإذا كنا نشعر الآن لدينا مشكلة في الوقت الحاضر فماذا عن المستقبل القادم يعني ماذا عن الأجيال القادمة ربما نحن الآن هذا القيل والقيل الذي بعدنا ولكن بعد ذلك ولذلك أنا حتى كانت لتغريدة في موقع التواصل في تويتر إذا لم يجد هذا التاريخ من يحرصه فلا نلوم أحدا أن يسرقه وبالذلك نحن فعلا بحاجة إلى توضيح الكثير من هذا القضايا يعني سرقت التاريخ موجودة ويعني ليست وليدة اليوم ولا وليدة الأمس يعني هناك أيضا مؤلفات حتى متخصصة يعني على سبيل المثال جاك جودي له كتاب اسمه سرقة التاريخ يتكلم عن كيف أيضا أن الغرب الأوروبية أيضا سرق الكثير من التراث من المخطوطات المهتمة بمختلف العلوم حتى قضية أنه دس هذه المعرفة أو احتكار هذه المعرفة هي حتى أيضا سرقة في حد ذاتها القضية الثانية هي قضية أيضا منهجية يعني أنت تكلمت عن تغير الحدود بتغير السياسات بتغير أيضا العوامل كثيرة فأحيانا في بعض المناطق يصبح هناك ما هو تاريخ خاص وما هو هناك تاريخ مشترك ولكن منهجيا يعني ونحن نتكلم عن منهجية تاريخية علمية أكاديمية منهجيا لا يجوز إسقاط حدث تاريخي في حقبة معينة وننسبها إلى اليوم يعني هذا خطأ منهجي فالح يعني لا يجوز لا يجوز إطلاقا يعني يعني كيف أن أنسب حدثا مثلا في القرن السابع عشر وقع طبق عليه مصطلحات نستخدمه في عصرنا الحال يعني هذا مجيز حتى في محيطنا المحلي لو تأذن لي لسأل رفع يعني ممكن من يطلق عليه الصحاري والنزوي فيما مضى كانت الصحار وكانت نزوة تلك المدينة المركز المدينة فقط نعم وما عدا مثلا إذا جينا إلى الرستاق من يطلق عليه الرستاقي من ينتمي إلى الرستاق إلى الرستاق وأما من كان في وادي السحتن التي هي الآن جزء من الرستاق يطلق عليه السحتن النسبة إلى المكان إلى الموطن نعم وبالتالي النسبة إلى الموقع اختلفت الآن يمكن أن نطلق على أي مدينة الرستاق الآن بحدودها الجغرافية الآن يمكن أن نطلق على أي واحد منها رستاقي وبالتالي تغير الحدود الجغرافية لدولة أو لمدينة أو لغيرها لا يمكن كما تفضل الأساتذة أن يسقط على من جاء متأخرا أو من جاء متقدما على كيان النشأ متأخرا نعم مثال الدكتور خير مثالي توضيحي أنا لديه مداخلة بسيطة أن الشاب العماني الآن يجد نفسه أمام معه من الأحداث ومن المعلومات التي قد نقول بين قوسينها مغلوطة يعني إذا كان هو بناء الداخلي غير واعي وغير مدرك للمراحل التاريخية بشكل عام وهو يعتز بهذا التاريخ أنا عندما أختلف معك في وجهة نظر وجهة نظر قد تحمل الصواب والخطأ لكن عندما تنكر لي وتغير لي حقيقة تاريخية نشأت عليها فأنت تحدث لي أكثر من الربكة الفكرية نعم طيب تاني ما هو شعورك ما هي ردة فعلك عندما تصادفين شخصية غير عمانية تنسب شخصية من شخصيات تاريخك العماني إليها أنا بالنسبة لي لن أجيب لكوني متخصصة في التاريخ وأغار على التاريخ أو غيره أنا أجيب لكوني أنا مواطنة لكوني أنسب لهذه الدولة أنا عمانية المنشأ وأغار على دولتي وأغار على تاريخي عندما أغير في حقيقة تاريخية أنت لا تسيء لي أنا فقط تسيء للإنسان الذي صنع أهل ذلك التاريخ تسيء لذاكرة شعوب يعني الشعب العماني عندما تغير له تاريخة تسيء له تسيء للأجيال القادمة فأنا بدوري كشاباني لا لست يعني هناك الخوف في ردود الأفعال الأخيرة لا كانت موضوعية أو تهكمية حقيقة لكن ما نتق في الفترة الأخيرة هو عن حب وعن غيره الخوف يكمل أن الوعي لم يكن كامل في الردود لذلك أنا أرى أن الرد الحقيقي يكون عن طريق المعلومة الحقيقية هناك من يرد لأجل الرد وهناك من يرد لأجل العلم وهذا ما نريده من شبابنا أن تكون ردودهم علمية عندما يردوا على شخص مع التكيد على نقطة بل لا نتجه إلى الرد إطلاقا أو ما نسميه بالرد لأنها ردود الأفعال الفعالية يعني تأثيرها مؤقت يعني سرعان ما يتلاشى ويزول وبالتالي يقضت الضمير تتفق معهم دكتور لا نرد يعني لا نقصد هم يقول ما يكون رد فعل أو عملي ارتقالي انفعالي طيب لابد أي دولة تحفل تاريخها تراثها منهجها لابد تكون منهج لابد أيضا عملية تكاملية بين مؤسسات الدولة وليس عملية تنافسية لابد لا يكن مثلا لمؤسسة تراثية أو تربوية أو إعلامية لأن في النهاية لابد من خطة وطنية تجتمع ليسائر المؤسسات أما الرد العشوائي الرد الانفعالي هذا حقيقة لكن أيضا لابد منه أحيانا لابد ترد لذا تستخدم وسائل التواصل هذا الاجتماعي هذا ضروري بس ما يحقق الهدف يحقق الهدف أن دولة ما تضع منهجا لماذا لا يكون هناك مادة تاريخ دسمة لماذا لا تكون هناك كما قلت الآن مثلا يا آخ راشد حقوق الإنسان وهذه دائما الحديث عنها هناك عهد عند أهل عمان وثيقة الإمام الصلت بن مالك وصية ضحوتها تحفة العيام بسيرة أهل عمان للعلامة النور الدين السالم لو نظم مسلسل عن الصلت بن مالك وما كان في عهل حقوق الإنسان على العمون طبعتها اللقنة الوطنية لحقوق الإنسان وثيقة الصلت بن مالك ومحمد علي البار هذا الدكتور قال هذه من أرقى الوثائق في حقوق الإنسان كان الأولى مثلا بالسلطنة تحفظها في أرشيف منظمات الدولية وأيضا تترقمها إلى لغات مختلفة ممكن تحول إلى مسلسل إلى فيلم إلى دراما يعني عندنا تراث فخم الدكتور موجود وعيس الصبحي مخرج البرنامج موجود بإمكانكم أن تتشاركوا حتى الدكتور في هذه الفكرة أن نرى يوم الأيام فيما تاريخيا كثير هناك من الأفكار مثل ما قال حتى الدكتور علي البارترا هو طبيب أيضا يعني طبيب وأيضا معني بالقضايا التاريخ وهي مثل ما ذكر الوثيقة في حد ذاتها دستور جميل طيب الآن ننتقل إذن إلى المحور الذي بدأتما بالنقاش وأبدأ معك دكتور علي كيف نستطيع أن نضع منهجية استراتيجية تعليمية في منهجنا للحفاظ على التاريخ والتراث العمالي طبعا هنا أنا أود أن أعقب على كلام الدكتور وأيد رأيه فيما يتعلق بالتكاملية يعني هذه مسئولية مؤسسية مسئولية مجتمع ومسئولية أيضا أفراد يعني ممكن أيضا أشير إلى بعض النقاط فيما يتعلق على سبيل المثال في المجال التربوي نحن لدينا مدارس نعم تسمى هناك مسميات لهذه المدارس مدرسة الإمام ناصر بن مرشد مدرسة الإمام سلطان بن سيف مدرسة أحمد بن ماجد ولكن هل وقدنا لوحة تعرف بهذه الشخصية حتى يتعرف مدرسة الخليد بن شاذان على سبيل المثال هل وضعنا لوحة تعرف بهذه الشخصية بحيث أن هذا الطالب عندما يدخل هذه المدرسة يعرف أن هذه شخصية تاريخية صنفة والله أسماء الشوارع يا راشد مهم جدا الأحياء الجديدة لماذا لا تسمى بمسميات بمسميات برموز الثقافة العمانية برموز القيادات التي صنعت أمجاد عمان أسماء الشوارع أيضا لماذا لا تسمى على سبيل المثال أنا أستغرب أن نسمي المرحلة الأولى والمرحلة الثانية والمرحلة الثالثة وكأن هذه فقعة لا أود لها لدينا تاريخ غني لدينا رموز وطنية صنعت أمجاد عظيمة تتخيل عندما نصنع لهذا الحي ويكون هناك مسمى لهذا الحي مسمى تاريخي مسمى لأحد الرموز ولوحة تعريفية أيضا حتى بالنسبة للوافدين يتعرف على تاريخنا أيضا من خلال هذه وسيلة من الوسائل تفعيل أيضا الجانب الدراما أعتقد مهم أعتقد أن يجب أن الأوان ندفع بهذا الاتقاه ربما لدينا مسلسل عمان في التاريخ منذ فترة طويلة وإن كان هناك أيضا بعض الانتقاد وبعض الملاحظات من ضمن المسلسلات أحمد بن ماجد أعتقد من فترة قديمة من 78 تقريبا ولكن عندنا كم زاخر من التراث ينبغي أيضا أن نوظف توظيف صحيح بالنسبة لك تهني ما هي تطلعاتك المستقبلية للشباب حتى يكونوا أكثر حفاظا على تاريخهم أنا أولا يجب إيجاد مفكرين ومؤرخين يعكفوا بشكل دقيق جدا على المصادر وعلى المراجع ويكون متفرغين على الأقل في المرحلة القادمة نحن نحتاج إلى تفرغ تام لهذه المصادر وهذه الوثائق والمراجع هذا يشكل يعني جزء كبير من توثيق تاريخنا نحن نحتاج لوجود مسح شامل لكافة المصادر والمراجع التي تحدثت عن التاريخ العماني عندما نتحدث عن التاريخ فنحن نتحدث عن أجيال أجيال متعاقبة جزء مهم يجب أتوقع أن نحن نضخها أكثر هو المبادرات الشبابية يجب أن تعتنا بها يجب أن يكون هناك تشقيع للبحوث الشبابية يعني نحن سنويا توقل لدينا رسائل دكتورة وماجستير غنية جدا بالمعلومات الموجودة وقد تكون رافض جديد في المعلومات التاريخية نجدها مركونة على الرف لا تنشر ولا غيره كذلك لدينا كتب عمانية تستحق الترقمة هذه الترقمة تولد لنا معرفة خارجية يعني نحتاج أن نسوق للكاتب العماني وللكتاب العماني رسالة الماجستير رسالة الدكتورة هذه جهد إنسان الجهد هذا يحتاج إلى دعم ويحتاج إلى تشيع صدقنا سيتزايع عدد الباحثين لأنه يجد من أن أوراقه وتعبه لم يكن مركون على الرف أيضا نحن نحتاج إلى أن نفعل دور الأسرة نفعل دور المدارس المدارس يجب أن تضخ التاريخ بطريقة أكثر من أنها تكون سطحية نتعمق أكثر أيضا في بعض من الشخصيات ساهمت بدور كبير في التاريخ العماني ودابا ومفكرين يعني من الحرمان الشاب العماني لا يعلم معظم الشخصيات يعني التاريخ العماني لا توقد به شخصيات ثلاثة أو أربعة أو خمسة غني جدا بالتاريخ العماني هناك حقب تاريخيا نحتاج أن نضيق الجوانب التي توقد فيها التاريخ ليس مقرد أحداث سياسية أنا أركز جدا على حياة الاجتماعية التي تعكس مدى الإنسان العماني كيف كان يعمل على نفسه وعلى تطوره طيب دكتور اسماعيل ماذا تقترح أنا خلاصة أعول على وزارة التراث في مزيد من الطبع في مزيد من التحقيق في مزيد من البراز هذا التراث العماني أعول على وزارة الإعلام في إبراز هذه الشخصيات العمانية مثل هذه النجوة التي الآن تديرها أنت التي تخدمنا كعمانيين فبالتالي مع وضع مسلسلات مع إخراج دراما أعول على وزارة التربية والتعليم لأن بيدها النشئ حتى المراحل قرب المرحلة العليا أريد هذا وطني يكون فعلا هذا وطني فيه هذه الشخصيات السياسية والعلمية والأدبية أعول أيضا على وزارة التعليم العالي لأن أحيانا النشئ يخرج من عمانة بلا ثقافة ليدرس في الخارج فيتغذى من هناك والخطأ خطأي لماذا لا تقام هناك ورش قبل أن يخرج هذا الطالب للإصخاري وأعول أيضا على المؤسسات المسؤولة عن إنشاء الأحياء والمدن والشوارع لماذا لا يطلق عليها مسميات باسم الشخصيات أئمة وصلاطين ومفكري وعلماء عمان من لغة وأدب وشعر وفقاء أستاذ محمد أنا أشد على ما تفضلت به الأستاذة تهاني حينما تحدثت عن المسح الشامل للمصادر العمانية للمصادر التاريخية وهذا يجرنا إلى وجود يعني ضرورة وجود قاعدة بيانات لتراثنا الفكري مخطوطه ومطبوعه حتى الآن ليست لدينا فهرسة وطنية شاملة وهذا طبعا نتيجة غياب المكتبة الوطنية ونعود إلى مربع المكتبة الوطنية مجددا ما تفضل به الأستاذة فيه الكفاية ولكن أقول لو أنفقت الدولة معشار ما تنفقه على الرياضة لو أنفقته في العناية بتراثنا وتاريخنا لكنا بخير فأنا أرى أن البون شاسع يعني ما يعتنى به من تاريخ وتراث حتى الآن يعني لا يلبي جزءا حتى من أنت ذكرت أيضا في سياق حديثك نقطة في غاية الأهمية دور الأندية الرياضية دور الفرق الشبابية الرياضية في أن تذكروا الاهتمام بالتاريخ والعناية بالتاريخ أنا أشكركم على وجودكم معنا أضعتم الحلقة بإضاءات جميلة وصلت الفكرة لمن يريد أن يفهم لمن كان له قلب أو ألقى السمعة وهو شهيد لمن لديه وعي وإدراك بغنى تاريخنا العماني أشكركم على وجودكم معنا الدكتور علي بن سعيد الريامي وستاذ مساعد في كلية الأداب والعلوم الاجتماعية بقسم التاريخ بجامعة السلطان قابوس شكرا جزيلا لك يا دكتور مبارك الله فيك ويضا شكرا لك الأستاذة هاني بتعبد الله الحسنية باحثة في قسم البحوث والدراسات بمركز الدراسات العمانية بجامعة السلطان قابوس شكرا جزيلا لك ساذة هاني شكرا جزيلا شكر لك الدكتور إسماعيل بن صالح الأغبري محاضر في معهد العلوم الشرعية شكرا جزيلا لك يا دكتور شكرا لك الأستاذ محمد بن عامر العسري كاتب وباحث في التاريخ والتراث العماني شكرا جزيلا لك أستاذ محمد وشكرا جزيلا شكر لكم مشاهدين على طيب متابعتكم لنا في حلقة اليوم من برنامجكم وستوديو الشباب بإذن الله يتجدد بكم الأسبوع القادم مع موضوع جديد نطرحه على طاولة النقاش شباب عمان الذين يعول عليكم الكثير في بناء وتنمية عمان فلنشح ذلهم من الآن أن نقرأ كلنا في تاريخنا المشرق أن نتذكر أننا أبناء مالك بن فهم أبناء أحمد بن ماجد أبناء الشخصيات العمانية التي غيرت مجرى التاريخ ونتذكر مقولة قائد النهضة الظافرة مولانا حضرت صاحب الجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه عندما أشار وقال كنا في الماضي أصحاب مجد وتاريخ وحضارة وإذا عملنا بجد واجتهاد سنعيد هذا الماضي وسنكون في المستقبل أكثر إشراقا وتطورا نتجدد بكم اللقاء الأسبوع القادم بإذن الله إلى اللقاء اشتركوا في القناة